حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان حدثنا زيد بن أسلم عن بسري بن محجئ عن أبيه وعبد الرزاق قال أخبران معمر عن زيدي بن أسلم عن بسري بن محجئ عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فجلست فلما صلى قال لي ألست بمسلمين قلت بل قال فما منعك أن تصلي مع الناس قال قلت صليت في أهلي قال فصلي مع الناس ولو كنت قد صليت في أهلك قال حدثنا أبو نعيمين حدثنا سفيان عن زيدي بن أسلم عن بسري بن محجئ عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت في أهلي فأقيمت الصلاة فذكر معنى حديث عبد الرحمن قال قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن زيدي بن أسلم عن رجل من بني أديلي قالوا له بسر بن محجئ عن أبيه محجئ أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلمين قال بلى يا رسول الله ولكني كنت قد صليت في أهلي فقال له إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت